هذا السائل يقول هل يجوز التبرع بالتموين التموين هو طعام توفره أو تقوم بدعمه الدولة و ذلك مساعدة منها على تخفيف المبالغ التي تكون على كاهل الناس في هذا المجتمع فيكون هناك بطاقة للتموين و هذه بأسعار مخفضة و في الحقيقة هي أسعار مخفضة من خلال قيام الدولة بدفع جزء من ثمنها و هي ليست موجهة لمن باسمه البطاقة بمعنى الرب الأسرة فقط و إنما الأسرة كلها فهذا التموين هو في حقيقته لأفراد الأسرة و لا بد من إغنائهم طوال هذا الشهر فالتموين عندنا في الكويت على سبيل المثال الشهري فإنه القصد منه بالنسبة لأفراد الأسرة و كذلك من يعملون في هذا المنزل فإنهم يعطون من التموين له مقاصد ليس المقصد منه أنك تأخذه لكي تقوم ببيعه أو لكي تقوم بالتبرع به و إنما الأصل أنك تغني نفسك و عيالك و كذلك بالنسبة لمن يعمل في هذا المنزل فإنه يستفيد من هذا التموين فإن فضل شيء فهذا الفاضل يمكن أنك تتصرف فيه التصرف الذي لا يكون فيه إضرار لهذه الأسرة و من التصرفات الجائزة بالنسبة للتموين على سبيل المثال إذا كنت في رمضان فإنه يجوز لك أن تدفع منه صدقة الفطر باعتبارك أنك قد تملكته و لكن ليس المقصد منه أنك تقوم بالتبرع أما الإطعام المعتاد من ضيف يأتي و نحو ذلك فإنه يعطى باعتبار أن هذا مما هو مألوف في المجتمعات أن هناك الضيف يأتي و يأكل من هذا التموين لا مانع من ذلك أما أنه يأخذ هذا التموين و يقوم بالتصدق به كله و هو ليس مقصود لذاته أي لهذا لرب الأسرة فقط و إنما هناك أفراد أسرة مطلوب منه أنه يوفر لهم الطعام و يوفر لهم ما يحتاجون له طوال هذا الشهر فإن فضل شيء فإن له أن يتصرف فيه كيف ما شاء فإن المقصود أنه يغني نفسه و أهل بيته طوال هذا الشهر يستفيد منه و لا يجوز بيعه لا يجوز بيع التموين لأن هذا التموين هو أساسا مدعوم لك و لأفراد وسرتك و لمن يعمل في بيتك فلا تقم ببيعه في الأسواق و لا تحتاجه من هذا التموين بإمكانك أن تتركه اعلم بأن هذا التموين قد دفعت الدولة جزء من ثمنه للتاجر و أنت تقوم بإكمال الجزء الآخر فتعوض الدولة بدفع جزء من هذا التموين أو هذا الطعام الذي يعطى إليك فلذلك الأصل أنه لك و لعيالك و لكن لا مانع من التصرفات المعتادة كيطعام ضيف أو صدقة فطر فذلك كله جائز أن يكون من التموين و أما البيع و التبرعات العامة أنه يأخذ و يتبرع و يحرم أهل بيته ليس هذا من الأمور المشروع لأنه هو موكل بأن يقوم بتوصيله إلى أفراد يسرته أيضا